خلينا نروح لزمالتنا العزيزة ومقر جريدة الجمهورية نورهان تمان عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع زي ما احنا متعودين ومعها الأستاذ حسام الغرباوي ناقل الرياضي في جريدة الجمهورية نورهان صباح الخير عليكي طبعا في البداية وسامعينك كلنا ولكن طبعا المنشطات اللي معاكي برضو في غاية الأهمية بداية من الأخبار والحديث عن بقى يعني حضور كيروش إلى القاهرة والمهمة الصعبة اللي بتنتظره مع المنتخب تفضلي يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا جاي ما قلتي من مقر جريدة الجمهورية معاكي المخضر المستاذ وسامعينك هوي للتعليق على أخبارنا اللي هنقولها لكم ان شاء الله الصادرة صباح اليوم في المواقع والجرائد المختلفة ويمكن أول خبر معنا زي ما قلتي يا نهواند من جريدة الأخبار كيروش يبدأ اليوم مهمته الصعبة مع المنتخب البرتغالي كارلوس كيروش النهاردة هيبدأ ان شاء الله مهمته مع منتخب مصر بعد طبعا يعني توليه القيادة خلفا للكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للفراعينة كيروش هيعقد جلسة مع السيد أحمد مجاهد رئيس اللجنة السلسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للوقوف على تفاصيل تعاقده مع الجبلية بالإضافة إلى أهداف الجبلية في طبعا الأيام المقبلة مع الفريق وخاصة طبعا تصفيات يعني موقف الفريق أو موقف المنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم حلم المصريين ومن موقع وجريدة الجمهورية أونلاين الكونكاكاف منفتح على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين الكونكاكاف أو اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى أعلن عن عدم رفضه لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربع أعوام يمكن دي الفكرة اللي يمكن أحدثت جدل كبير جدا في الأوساط الرياضية العالمية في الأيام الماضية الكونكاكاف قال أنه فكرة إقامة كأس العالم كل عامين هتحقق توازن أكتر للعبة من خلال مباريات رسمية أكتر من المباريات الودية وتضييق الحيز على فترة التوقف الدولي كمان خلينا نقول لكم أنه في الصحف المحلية والعالمية اللي يمكن تناولت فكرة أرسنفينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال ومدير التطوير الحالي لفيفا صاحب فكرة إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة كينات رياضية كبيرة جدا أو كتيرة جدا رفضت وكينات رياضية أخرى على الجانب الآخر وفقت الفكرة مديرين فنيين وفقوا مديرين فنيين رفضوا على سبيل المثال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق منشستر سيتي قال أنها فكرة جيدة لتطوير كرة القدم فيما هو قادم كمان اتحاد دول أسيا كان أيد الفكرة وقال أنها فكرة جيدة بينما على الجانب الآخر يورجين كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رفض الفكرة وقال أنه اللاعبين بيلعبوا طول العام وبياخدوا أجازة أسبوعين فقط فده مش هيكون في صالح اللعب ولا هيكون في صالح اللاعب كمان رابطة الدوريات الأوروبية أحد الكينات اللي رفضت فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ولازال الجدل يعني مستمر حول تطوير كرة القدم في السنوات القادمة وخصوصا طبعا مونديال هو البطولة الأهم في العالم كله ومن موقع الشروق برشلونة يستضيف بايرن ميونيخ في مباراة السقر من السمانية أو السمانية يستضيف نادي برشلونة اليوم على ملعب كامبنو نظيره الماني بايرن ميونيخ في المباراة المرتقبة طبعا ساعة تسعة ضمنه من وفسات المجموعة الخمسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مباراة النهاردة بتحظى باهتمام كبير جدا من كل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم نظرا طبعا لكبر الاسمين برشلونة وبايرن ميونيخ العملاقين في طبعا الكرة الأوروبية مباراة اليوم كمان يمكن سميت بمباراة السقر من السمانية بسبب أنه طبعا آخر مواجهة بين الفريقين كانت شهد التفوق الكاسح للعملاق البافاري بايرن ميونيخ على نظيره الكتالوني بتمن أهداف مقابل هدفين في ظل وجود النجم برشلونة السابق ونجم باريس سان جورمان الحالي يونيل ميسي في أرض الملعب يمكن نوير حارس مارما فريق بايرن ميونيخ كان ليه كمان تصريحات صحفية قال أنه لا يجب الاستهانة بفريق برشلونة حتى بعد رحيل ميسي وأن المباراة هيكون لها دوافع كتير جدا عند اللاعبين رغم طبعا عدم وجود نجم الفريق ليونيل ميسي ومعنا يعني يمكن آخر أخبارنا وهنروح طبعا بعديه للصحفي الزميل أستاذ حسام الغربوي للتعليق على كافة الأخبار من موقع روسيا اليوم صحيفة إنجليزية تكشف تفاصيل عرض ليفربول التاريخي لصلاح والمغري لماني كشفت صحيفة زاسان البريطانية عن محادثات بين إدارة نادي ليفربول والسنائي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني لتجديد السنائي للفريق في الأعوام القادمة وزاسان يمكن ذكرت الأرقام أو تفاصيل جلسة نادي ليفربول أو إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح وساديو ماني وقالت إنها عرضت على محمد صلاح عرض مغري جدا ليكون أكبر راتب في الدوري الإنجليزي بقيمة 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع وعلى الجانب الآخر عرضت على ساديو ماني 2025 جنيه استرليني في الأسبوع ليتساوى مع المدافع الهولندي وطبعا معنا للتعليق على كافة أخبارنا الصحفي زي مولنا لكم حستاذ حسام الغربوي بنرحب بحضرتك معنا على شاشة قناة نادي الأهل أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالزملة في الستوديو وجميع مشاهدي قناة الأهل كيروش وبداية مهمة مع منتخب مصر اليوم حالك شايف أن المدرسة البرتغالية يحنا يمكن مش جديدة علينا يمكن مدرسة البرتغالية يعني جربناها كتير سواء مع الفرق المحلية أو في المنتخبات رأيك يعني كارلوس كيروش قادر على إيه في المرحلة القادمة بالتأكيد طبعا أن كارلوس تم تسليم قيادة الفرعنة مش من فراغ أكيد سيرة ذاتية قوية جدا لي والمدرسة البرتغالية في مصر بصراحة لها باع كبير جدا وزي ما بنقول كده يعني بتبقى وش خير يعني احنا من ساعة طبعا الكبير الساحر مانو الجوزي مع الأهل احنا شفنا سنين طويلة جدا يعني حصد الكثير من البطلات مع الأهل وساب بصمة قوية وجميلة يعني الجماهير المصرية بزيت باية بتعشق البرتغاليين والمدرسة البرتغالية وشوفنا قد ديه كان متميز بصراحة وحقق كتير من البطلات بينضملوا طبعا فييرا وفنجادا موجودين حاليا اللي هم طبعا كانوا دربوا الزمالك وفي نفس الوقت احنا طبعا فينجادا معا للتحدي الوقت وهو هيبقى اعتبر منضم إلى كيروش في حتة التطوير اعادة تطوير الكرة المصرية من أول وجديد سواء المنتخبات وكيفية تطويرها بشكل ياليق باسم مصر وتاريخها بحيث أنها تنافس بشكل قوي والوصول ليه الكاس العالم مقوشه بس لا والوصول إلى مربع الزهبي لأن طبعا احنا عارفين نادرا أو كان يعني سلاسة منتخبات هما اللي قدروا يوصلوا للمربع زي الكاميرو ونستغيال على قولة وإحنا مصر طبعا مش أقل من كده عندنا دلوقتي طبعا الفريق اختلف كثير من اللاعبين محترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجمنا المحبوب يعني فشيء طبيعي أنه هيبقى قادر أنه هو بإذن الله يخدنا للمرحلة القادمة بقوة وإن كانت هي صعبة ولكن في نفس الوقت مش مستحيلة إحنا شفنا ليبيا قدرت تعمل رغم ظروفها الصعبة ولكن قدرت أن هي تفوز فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله ملازبت ليبيا يا سيسي حسيني حريك شايف مواجهة ليبيا القادمة طبعا في الجولة التالتة وموقف منتخب مصر بعد طبعا التعادل الأخير مما لا شك فيه إحنا دلوقتي في وضع غير اتغير تماما إحنا دلوقتي كان خلاص الكابتن حسين بدري أنه مع الظروف سواء كانت معه أو ضد إحنا انتهينا منه إحنا في عهد جديد خالص أكيد هبقى فيه فكر مختلف تماما فكرة هبقى عايز حق أزيته هو أولا ثم مع المنتخب يظهر بشكل متميز جدا رغبة اللاعبين نفسهم أنه هم يخشوا في منطقة الأمان وأنه نحن نصدر المجموعة تانية من خلال الفوز في المبراطين القادماتين عشان ما يدخلش المنتخب في حزبة بيرما وننتظر نتائج الجابون وأنجولا ونخش زي ما كنا بنحصل كده حطين إيدينا على أقلوبنا بصراحة ولكن منتخبنا المصري بصراحة عنده أوراق ربحة كتير إن شاء الله يقدر أنه هو يفوز في الجولة وأنا شاف أنه إن شاء الله هنقدر نفوز رغم الظروف الصعبة خلاص دي ظروف عدة اللي جاي عندنا جهاز فن قوي جدا قادر على تحقيق ده ابتدى الوقت الكابتن دياسايد بيجهز كل ملفات الفريق الليبي وأخر مبارياته أشوف نقاط الضعف والقوة كالمعتاد وأكيد كروش هيبقى عنده فكر هيقدر يضعه خاصة أنه طبعا بيبقى فيه يعني مساعدات زي فينجادة وغيره وغيره طبعا والجهاز بالكامل إن شاء الله بإذن الله هيقدر يحقق الفوز ونخش من طريقة اللي ما أنا تصدر المجموعة إن شاء الله طيب يعني استمرارا برضو لحديثنا عن منتخب مصر نجمنا المصري محمد صلاحي ويمكن الخبر الأخير معنا عرض مغري جدا من إدارة نادي ليفربول كأعلى راتب لاعب في الدورة الإنجليزية في بعض الناس بتقول إن محمد صلاح لابد أن يخلق تحدي جديد بفريق جديد وفي ناس بتقول إن الأفضل إن هو يبقى أسطورة في ليفربول ويستمر ويكمل مشواره حاليك مع أنهي رأيك أنا مع بقاءه بصراحة أنا أما يكون إحنا لقب محمد صلاح إن هو الملك الفرعون بالنسبة لكرة القدم أنا عايزه يظل الملك في مملكة كرة القدم بدل ما ينتقل لنادي آخر الله أعلم بالظروف هناك إيه طريقة الإدارة اللاعبين هل فيه توافق ولا لا وده إحنا شفناه مع كريستيانو نفسه إحنا كان يعني مقصر الدنيا زي ما بيقولوا مع الفرق السابقة لما راح يفونتوس ما قدرش إلا حاجة شخصية بس إن هو قدر فيه خلال عشر مباريات متتالية إن هو يحرس أهدف فكال نفسه ولكن محققش التارجيت وعشان كده هو اضطر إن هو ينتقل منشستر ينايتد بحيث إن هو يقوم بأعمال أقوى أو يحصل على بطولات زي ما يحصل النهاردة هيقابل سويسرا إن شاء الله في مباراة قوية جدا فأنا بصراحة مع انبقاءه وكأسطورة مصرية أفريقية إن شاء الله ونتمنى له كل التوفيق بإذن الله وأنا مع الرأي بالبقاء هيقدر ينافس على لقب هدف الدوري الإنجليزي بعد طبعا قدوم كريستيانو نرونالدو نجم كبير زي كريستيانو نرونالدو قدامه يعني منافسة قوية جدا أنا طبعا شايف محمد صلاح هيقدر خاصة إحنا شوفنا مع انطلاق البطولة إن هو أدى بشكل رائع جدا وفي حالة بدانية ومعنوية كبيرة جدا طبعا إحنا خاصة كمان مع دخوله نادي المياحنا بنبرك له على دخوله بقوة وهيبقى فاضل أربع أهداف فقط عشان ينافس على الرقم العالمي لدروكبا وهو قادر على منفسه ده طبعا هو قريب خالص يعني إحنا هو داخل في المربع الزهم كما بيقوله فليلا إن هو ينافس وتفوق بأول إفريقيا عرب إن شاء الله يعتلي عرش الكرة العالمية إن شاء الله شكرا جدا يا حسام شكرا لحضرت دي كانت طبعا يعني زي ما قدمنا لحضرتكم أبرز أخبارنا من موقع وجريدة الجمهورية وكان معنا الصحفي الأستاذ حسام الغربوي للتعليق على أخبارنا شكرا لكم جدا وعودة للأستودي نشكري جدا على هذه التغطية نورهان وأكيد ده استعملنا لي الأستاذ حسام شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر